بحث وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي بالعاصمة المؤقتة عدن مع نائب منسك الشؤون الإنسانية في بلادنا ديوجو زوريلا آخر مستجدات غرق السفنة روبيمار وعلى متنها 41 ألف طن من الأسملة الكيموية جراء استهدافها من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية في البحر الأحمر وسعرض الاجتماع الذي ضمن نائب رئيس الهيئة العامة لشؤون البحرية القبطان يسلم مبارك الآثار البيئية لحمولة السفاء السفينة على البحر الأحمر والسواحل اليمنية والإجراءات المتخذة من قبل خلية الأزمار التعامل مع غرق السفينة وحشد المساعدات اللازمة للتعامل مع الكارثة البيئية وجدد وزير المياه والبيئة مناشدة الحكومة اليمنية للمجتمع الدولي للتحرك العاجل والمساعدة في تشكيل فريق استجابة من الخبراء للوصول إلى موقع حطام السفينة وتقييم الوضع ووضع خطة طوارئ وتنفيذها بشكل عاجل للحيلولة دون حدوث كارثة بيئية طويلة المدى في البحر الأحمر وأكد الوزير الشرجبي أن تسرب الأسمد في البحر الأحمر سيؤدي إلى اختلال في توازن النظم البيئية البحرية وظهور المزيد من التداعيات المتعاقبة التي ستؤثر على سلسلة غذائية وعلى سبل عيش المجتمعات الساحلية نفسها